في أطار الجهود التنموية للصعيد ومن بينها محافظة المينيا جاء تشييد مصنع معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية والذي يستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية في هذا الصدد المصنع يتم تشييده على مساحة 11 فداناً بطاقة انتاجية تصل إلى 20 طن في الساعة إنجازات عديدة تتمتع بها عروس الصعيد محافظة المينيا وفي مختلف القطاعات لكن تواجد تحديداً في أحد المشروعات الهامة الخاصة بمنظومة البيئة وتطبيق منظومة النظافة الجديدة من خلال هذا المصنع وهو مصنع المعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات جاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية ليستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في استغلال المخلفات بصورة مناسبة وإنتاج وقود وسماد عضوي للحفاظ على البيئة المصنع يتكون من منطقتين الأولى وهي الأهم منطقة التشغيل التي يتم فيها مراحل تدوير المخلفات التي تمر بأربع مراحل من فض الأكياس باستخدام المفرمة الابتدائية مرورا بفصل المواد العضوية عن غير العضوية وإنتاج السماد العضوية للوصول لإنتاج الوقود البديل الذي يستخدم في مصانع الأسمنت كبديل للوقود التقليدي أما المنطقة الثانية فهي تتعلق بالعاملين والإداريين حيث يوفر المصنع مئة فرصة عمل أنشئ المصنع على مساحة أحد عشر فداناً بطاقة عشرين طن في الساعة ليصل لثلاثمائة وعشرين طن في اليوم بتكلفة بلغت تسعين مليون جنيه وذلك في إطار حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المينيا منظومة بيئية متكاملة تسعى من خلالها الدولة للحفاظ على البيئة ليأتي هذا المصنع بغرب مدينة ملوي شاهداً على هذه المنظومة بصعيد مصر من مدينة ملوي بمحافظة المينيا محمود جميل التلفزيون المصري